من المعلومات وعدد من الأخبار المتعلقة بالبطولة الإفريقية هتتقلأ أول مرة لأن البطولة الإفريقية لو فكرنا أو ركزنا في التفاصيل الصغيرة هنلاقي في تفاصيل هنستفيد بيها للمرحلة القادمة ونلاقي في تفاصيل بتدي معلومة أو بتدي مؤشر إزاي الكرة في إفريقيا تطورت وإحنا في مصر للأسف محلك سر بشكل عام المنتخب النقاط الكاملة تسع نقاط في أول سلاس مباريات في المجموعة الأولى فاز على زنبابوي بهدف مقابل لشيء على الكنغو بهدفين مقابل لشيء وعلى أغندا بهدفين مقابل لشيء وبالتالي بيتصدر المجموعة بتسع نقاط خمس أهداف ثلاث مباريات بدون تلقي مرمان أي هدف فبالتالي كلينشيت لمحمد الشناوي في الفتر الأخيرة ويمكن تعتبر البطولة الثالثة أو الرابعة من المنتخبن الوطني بيحقق العلامة الكاملة لكن إن شاء الله في النهاية الأهم ورغم أنت ممكن تحقل علامة كاملة لكن ما تفص بالبطولة الأهم إن شاء الله اللي نحن نفص بالبطولة والأداء يتغير خلال المرحلة القادمة لأنه وإحنا بنتكلم عن الأداء منذ قليل انتهت مباراة المغرب وجنوب إفريقيا وأنا عايز أضرب مثل بكرة اللي بيقدمها أو الكرة اللي بيقدمها المنتخب المغربي والكرة أيضا اللي بيقدمها المنتخب الجزائري في دروس مستفادة من الكرة بيقدمها كلا المنتخبين بالنسبة لمنتخبنا الوطني الكرة في المغرب تطورت تطور رهيب جدا خلال الفترة الأخيرة نتيجة استراتيجية أو خط تتعمل بيقوم بها الاتحاد المغربي لتطوير أداء المنتخب المغربي خلال السنتين تلاتة اللي فاتوا لا أحفي عليكم سرا أن هناك عقد كانت للقرة المغربية مع منتخبات إفريقية ظلت حوالي أكثر من 15 أو 20 سنة لكن خلال السنتين تلاتة اللي فاتوا بعد ما تم التخطيط للكرة المغربية بشكل جيد والاستعداد للمنتخب المغربي وتأهل لكاس العالم تواجد في بطولة الجابون وخرج في دور التماني أمام المنتخب الوطني تصدر المجموعة في البطولة الحالية لكن تغلب على الكاميرو خلال الفترة الأخيرة تغلب على كودفور واليوم تغلب على جنوب إفريقيا وبالتالي الكرة المغربية بتنطلق في إطار أنها تتغلب على العقد التي كانت تسبب لها أزمة في البطولات الإفريقية السابقة أيضا المنتخب الجزائري المنتخب الجزائري بعد تغيير أربع أجهزة فنية في آخر سنة ونص تم الاستقرار على جمال بالماضي آخر عشرة شهور وتم فصل المنتخب تماما عن كل المشاكل اللي بتتعرض لها الكرة الجزائرية خلال الفترة الأخيرة أو حتى اللي بيتعرض لها دور المحترفين في الدور الجزائري واستقل جمال بالماضي بالمنتخب الجزائري فترة طويلة بعيدا عن آيون الإعلام والجماهير وابتدى يشتغل على تكوين منتخب قوي بدعم من الاتحاد الجزائري دون أي تدخل وبغض النظر عن الأسماء الكبيرة اللي ممكن تكون موجودة أو مش موجودة وبالتالي الجزائر تطورت ظهرت بشكل متميز في البطولة الإفريقية فازت على السنغال المصنف رقم واحد إفريقيا ودي نتيجة بتعبر عن شيء أكيد هيحصل في البطولة الإفريقية ومستمرين نشوف نتائج الجزائر خلال الفترة القادمة وعنده مباراة إن شاء الله الساعة 9 النهاردة هتكون في ختام الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة أمام المنتخب التنزاني اللي خسر أول مباراتين وبالتالي مبارات تحصيل حاصل بالنسبة لتنزانيا لكن الجزائر بالتأكيد خلاص تصدرت المجموعة حتى لو خسرت من تنزانيا لنتائج الجزائر مع الفرق اللي بتنفسها في المركز الثاني سواء كينيا أو السنغال في المواجهات المباشرة الجزائر كذبت الفرقتين فضمنت الصدارة حتى لو خسرت من تنزانيا بعاشرة صفر كده كده جزائر متصدرة المجموعة التلتة